تواصل هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع وزارة الداخلية تنفيذ الحملات التفتيشية التي تستهدف المحالة التجارية وأماكن تجمع العمال في مختلف محافظات مملكة البحرين نعم وذلك للتأكد من الأوضاع القانونية للعمال والتصدي للممارسات غير القانونية ومحاسبة المخالفين منهم بما ينسجم مع دورها الرقابي وحرصا منها على تعزيز التنظيم والتجديد على جميع المخالفين لشروط العمل والإقامة في مملكة البحرين تدأب هيئة تنظيم سوق العمل على تكثيف جهودها واتباع جملة من الإجراءات الفاعلة والمؤدية إلى التصدي لمختلف الممارسات غير القانونية في سوق العمل بمحافظات البحرين كافة حملات تفتيشية تقوم بتنفيذها وبشكل مستمر هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون وبالتنصيق مع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وجميع مديريات الشرطة في محافظات المملكة الأربع تستهدف متنوع المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة في تلك المحافظات لتسخر تلك الحملات عن رصد عدد من المخالفات قد ارتكبها من تجاوز الأنظمة والقوانين من العمال ممن أجانبوا الصوابة ولم يلقوا بالا لأهمية تصويب أوضاعهم ومجانبة الخروقات باتباع أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في البحرين ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم هيئة تنظيم سوق العمل ومن باب سعيها في تفعيل الدور المجتمعي تجدد دعوتها لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين أن يكونوا شركاء فاعلين لا تتباطئوا همامهم في مساندة الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل وذلك من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل إما عبر ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو مهاتفة مركز الاتصال التابع لها